السلام عليكم الدراري في هذا الفيديو سأعطيكم الإحصائيات وذلك الشيء في طبيعة الحال بالصور وكل لعب يحل الشجل وماذا كلهم يتقلق حاليا وعلى شأن زياش هذا الموسم يقدر يكون أحسن الموسم له مع تيالسي كيف يقدم كيف يتقلق كيف يكون نجم تيالسي حاليا كيف يمشيش الأكثر أهداف والبرن الكامل والمقارنة الشاملة ما بين المواجمين هافرد زياش بوليسيت وميسر مونت ولكاكو ونبدأوا بالتفاصيل أول حاجة نبدأوا بالتقلق المغربي حاكم زياش دوري الإنجليزي وأيضا في كالسيحد بحيش أنه هذا الموسم مدى بدك يشارك بذلك الماتش عكس الموسم اللي فاتش ما كانش توخيل تيق فيه لكن ملك العب يقدم الإضافة وكان ديما أساسي قبل الإصابة الأخيرة اللي بعدته الميادين ووحد أربع مباراة كأساسية رغم أن وجه مباراة فقط اللي كان موصف فيها وبالتالي من رجاء العب نيوكاستل ما يسجلش وددليل لعب فقط على 10 دقائق الأخيرة وعطوا حد لهم سجل زوينا ولو ألونسو لكن في الماش الأخير في كالسيحد الفريق اللي قصة توطنهام وموشيسر من المسابقة تقلق ضدهم ويسجل هدف ثاني من ساروخية بحيش أن أفضل هدفي تشيلسي هذا الموسم حتى الآن في المرتبة الأولى كان الروميلو لوكاكو يسجل تناصر هدف جميع المسابقات بطبيع الحال أنك ندوي على دور أبطال أوروبا دوري إنجليزي كالسحاد كالسرابيطة كالسعلم عنديها في حين المركز الثاني كان لعب هافرز اللي كتق فيه دخل يعني هافرز مركز ثاني تاليتا كان جورجينيو اللي كتسجل فقط ضربات الجزاء والمتخصص فيها ومركز الرابع فيه جوج لاعبين اللي هما ميسن مونت وزياش بتمانية أهدف يعني من أفضل أربع لاعبين حالي في تشيلسي حسن من بوليثيت وفيرنر اللي نقصوا بزاف لكن ميسن مونت وهافرز وزياش تقريبا مو أحسن اللاعبين حاليا ممكن تمنعوا يلعبهم يعني أنهم يتقلقوا وكشكلوا واحد هنا خطير خصوصا ميسن مونت وزياش وشيك نشوفوه يعني زياش تقدموا السوي كبير وأيضا عطي خمسة دل أسيس أو خمسة دة ميلا تحاسيمة هذا الموسم وغاديم زيان وبالتالي في المجموعة الإحصائية عنده حاليا 14 هادف شنو سير تقلق زياش هذا الموسم كلاولي فراسكو